أكد مدير الأمن العام اللواء فاضل لحمود حرص مديرية الأمن العام وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية بإلاء الشباب أينما كانوا جل الاهتمام والالتقاء بهم والاستماع إليهم وترجمت تلك التوجيهات واغتنام أي فرصة تتيح الالتقاء بالشباب أينما كانوا والاستماع إليهم وإشراكهم بالعملية الأمنية والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية واستغلالها وأضاف لوالي حمود خلال لقائه مجموعة من الشباب ضمن برنامج حب الأردن للقيادات الشبابية بحضور مؤسس البرنامج أحمد الهنندي أن مديرية الأمن العام باشرت بمشروع ريادي مركز الابتكار والتطوير الإبداعي في دارة الرقابة والتقييم والذي أسس بهدف تبني أية أفكار إبداعية ودراستها والاستفادة منها ضمن العملية الأمنية حيث باشرنا بدراسة العديد من تلك الأفكار للوقوف على دورها وفعيدتها وترجمة المفيد منها ونسعى لاستقطاب المزيد منها خلال الفترة المقبلة من خلال الالتقاء بالشباب وفئات المجتمع كفا